لو الحكاية فيها هنّا ذيكي نعيش حياة كريمة في بلدنا نتمنى إن شاء الله بالمشاركة الفعالة والمشاركة الإيجابية نرجع مرة تانية في بلدنا وتحسن بيها ومش بالكلام بس بالجهد والعمل والكفاح لا بدنا نضاعف الشغل ونضاعف العمل عشان نرجع مرة تانية لمكانتنا الطبيعية سواء في كل المجالات عندنا من المؤسسات إلى المجالات والأنشيطة اللي نقدر نعود بيها مرة تانية فنتمنى إن إحنا نعود بعد تسطورنا إن شاء الله الدسطور اللي أعتقد إن هو بنسبة كبيرة هلقى طبول شعبي كبير جدا نتمنى إن شاء الله الدسطور ده تساعدنا في المرحلة اللي جاية مش الدسطور بس الكلام اللي موجود دسطور بس إحنا لازم نشتغل ولازم نعمل ولازم نجتهد ولازم نضاعف العمل عشان نعود مرة تانية ببلدنا أحشان مما كانت نتمنى إن احنا نشارك في شركة الواجبية إن شاء الله فبق بنسبة للمنتحب كابتنا إن شاء الله ده الفترة اللي جاية أي بيها 70 جايدين للدوري ويتلاقينا كل الجهاز الفني بالصفة مستمرة على طول في كل المبارات اللي تلعبت لحد دلوقتي عارفين إن الأول أربع أسابيع أو أول خمس أسابيع لسه المستوى أو الفورمر الرياضية بتاعة المبارات مرتفعتش بالشكل اللي انت بتد أمله لكن أعتقد إن في الأسبوع الرابع اللي فات دوت المستوى ارتقى بشكل مناسب نتمنى إن الأسابيع اللي جاية بيه على المستوى أكتر ونلاقي بإذن الله المجموعة العيبة اللي نحن ندور عليهم إن شاء الله في مجموعة كبيرة موجودة مميزة ولعيبة عندها خبرات كويسة ولعيبة عندها إمكانيات كويسة إن شاء الله يساعدونا في المرحلة اللي جانبية إن شاء الله إن شاء الله اشتركوا في القناة موسيقى